السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف التاسع اليوم سوف نأخذ عن موضوع الكتابة الموجود في الكتاب صفحة 27 موضوع الكتابة لهذا اليوم المقابلة الصحفية سوف نتعرف على مفهوم المقابلة الصحفية وما هي شروط المقابلة الصحفية وسوف أذكر لكم مثالا على مقابلة صحفية والمطلوب منكم القيام بإجراء مقابلة صحفية مع شخصية أردنية معينة أو معنية بالسياحة والآثار أو مع أحد معلمي التاريخ سأقوم لاحقا بتوضيح الواجب المطلوب منكم القيام به لكن أولا سوف نتعرف على مفهوم المقابلة الصحفية وما هي شروط المقابلة الصحفية المقابلة الصحفية أعزائي الطلاب هي فن من فنون التعبير الكتابي الوظيشي يحاور بها الصحفي أو المتعلم شخصية إما أن تكون أدبية أو سياسية أو اجتماعية وهذه المقابلة تنشر في الصحف والمجلات أو هذا وهذه المقابلة تنشر في الصحف والمجلات إذن المقابلة الصحفية هي فن من فنون التعبير الكتابي الوظيفي يحاور بها الصحفي أو المتعلم شخصية إما أدبية أو سياسية أو اجتماعية وينشر في الصحف والمجلات وينشر في الصحف أو المجلات وهي أيضا عبارة عن حوار مقرؤ حوار بين الصحف والضيف أساسه إما خبر مشاع في الإنترنت أو حديث الناس في الشارع أو في الأخبار إذن المقابلة الصحفية عبارة عن حوار هذا الحوار مقرؤ بين الصحفي والضيف الحوار قائم على إما خبر في شبكة العنكبوتية الإنترنت أو حديث الناس في الشارع أو حديث الناس في الشارع كأيامنا الحالية الحديث عن الكورونا مثلاً أو في الأخبار ما هو المتداول بين الناس سواء في الشارع أو في الأخبار إذن نفهم بأن المقابلة الصحفية هي حوار مقرؤ بين الصحفي أو المتعلم والضيف الشخصية هذه الشخصية قد تكون شخصية أدبية أو سياسية أو اجتماعية والمقابلة هي فن من فنون التعبير الكتابي البطيجي والمقابلة تكون أساساً عن خبر هو حديث الناس في الشارع أو في الأخبار أو في الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي أحسنت أما الآن سوف ننتقل إلى شروط المقابلة الصحفية ما هي شروط المقابلة الصحفية؟ أولاً التخطيط للمقابلة علينا أولاً القيام للتخطيط للقاء وللمقابلة ثانياً الاكتيار الواعي للشخصية أقوم باختيار الشخصية التي أحاورها اختيار واعي ومدروس ثانياً جمع المعلومات المناسبة عن الموضوع رابعاً الإعداد المسبق للأسئلة وسوف نتحدث فيما بعد عن طبيعة هذه الأسئلة لتكشف عن شخصية المسؤول وكفاياته ودوره في المجتمع إذن أولاً التخطيط المسبق للقاء وللمقابلة الاختيار الواعي للشخصية جمع المعلومات المناسبة عن الموضوع المراد الحديث به والإعداد المسبق للأسئلة وهذه الأسئلة ستكشف عن شخصية المسؤول وكفاياتهم ودوره في المجتمع أيضاً علينا قبل بدء المقابلة تحضير الأدوات المسبقة اللازمة للمقابلة مثل آلة التصوير وآلة التسجيل والدفتر والقلم أيضاً لابد من تجربة الأجهزة مثل الكاميرا والتأكد من أنها سنيمة قبل بدء اللقاء إذن من أهم شروط المقابلة الصحفية تحضير جميع الأدوات اللازمة للمقابلة قبل البدء بالمقابلة مثل إحضار آلة التصوير، آلة التسجيل، الكاميرا، الدفتر، القلم والتأكد من تجربة الأجهزة والتأكد من أنها سنيمة قبل البدء بالمقابلة أخضر الإعداد المسبق للأسئلة وجمع المعلومات المناسبة عن الموضوع المراد الحديث به والاختيار الواعي لشخصية والتخطيط للمقابلة أو التخطيط للقاء هذه أهم شروط المقابلة الصحفية بينما ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في أسئلة المقابلة؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في أسئلة المقابلة؟ يجب أن تكون الأسئلة متسلسلة مركزة حول موضوع معين حول موضوع معين إذن يدار الحديث حول موضوع ما إذن طبيعة الأسئلة ما شروط التي يجب أن تتوافر في أسئلة المقابلة؟ يجب أن تكون متسلسلة مركزة متمحورة حول موضوع معين أحسن مثال على مقابلة صحفية هذه مقابلة صحفية بسيطة مثال على مقابلة صحفية سوف أقوم بقراءة هذه المقابلة لكم وتوضيح بعض الأمور الواجب توفرها في المقابلة ضيفتنا لهذا اليوم شخصية عامة تتمتع بالقيادة والاستقلالية هي وزيرة السياحة لينا عناب من أهم الأسئلة التي تم طرحها عليها في مكتبها الواقع في مبنى الوزر عزاء الطلاب علينا أولا البدء بتقديم الشخصية المراد محاورتها أولا البدء بتقديم مقدمة مناسبة لهذه الشخصية ثم التعريف عن اسم هذه الشخصية وأين تعمل هذه الشخصية وإذا كانت تعمل في مكان معين أو في وزارة معينة علينا الذكر هذه الوزارة ومكان العمل ثم نذكر أو ثم نقرأ ونحاور ونذكر أهم الأسئلة التي سنطرحها في هذه المقابلة قمت بسؤال وزيرة السياحة بعض الأسئلة المتعلقة بالسياحة ما هو واقع السياحة في الأردن؟ وما هي أهم المواقع السياحية في الأردن؟ وما هي أهم الإجراءات التي يقوم بها لزيادة أعداد السياح والزوار وطرق جذبهم للأردن؟ وما هو الدخل السياحي للأردن في السنوات الأخيرة؟ هذه بعض الأسئلة التي طرحت في المقابلة أما أنتم أعزائي الطلاب فما المطلوب منكم؟ المطلوب منكم كالآتي إجراء مقابلة صحفية مع شخصية أردنية معينة ومعنية بالسياحة والآثار كما قمت سابقاً أو مع أحد معلمي التاريخ أو الجغرافيا في مدرستك للحديث عن كيفية تشجيع السياحة والمحافظة على المواقع السياحية والتاريخية في الأردن؟ إذن المطلوب منك إجراء مقابلة صحفية مع إحدى الشخصيات الأردنية المعنية بالسياحة والآثار داخل الأردن أو مع أحد معلمي التاريخ والجغرافيا الموجودين في مدرستك والحديث معهم عن كيفية تشجيع السياحة وطرق تشجيعها والمحافظة على المواقع السياحية والتاريخية في الأردن هذا المطلوب منكم ونطلب منكم إرساله لي إلى المنصة لأضع عليه علامة مناسبة عزائي الطلوب أتمنى أن تكونوا فهمتم ما معنى المقابلة الصحفية وما هي شروط المقابلة الصحفية وكيفية إجراء حوار مقرؤ بين الصحفي والشخصية التي سوف نحاولها وما هي طبيعة الأسئلة التي ستطرح في أثناء المقابلة عزاء الطلاب ألقاكم بعون الله وتعالى الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر